نجاح باهر أحرزته دبلوماسية الجزائرية في عقد طبعة الواحدة والثلاثين من القمة العربية هنا على أرض الجزائر تزامناً واحتدام عديد الآزمات الإقليمية والدولية فاجتماع دول العربية في وقت مماثل سيسجله التاريخ بأحرف من تهب ضرورة الإجماع العربي اليوم هو ربما أهم مكسب ممكن أن يتحقق في داخل الجزائر أو على أقل أن تضع الجزائر القطار على السكة ثم تسير السكة على أقل تجتمع وجهات النظر رغم أنه فيه تقارب كبير جداً في وجهات النظر حالياً عربياً يعني حول كثير من القضايا العالمية والإقليمية إنعقاد قمة اللي لم يشمل في توقيت طغت فيه كل أسباب الفرقة على المشهد الدولية يعد في حد ذاته إنجازاً كبيراً للجزائر بعد أن التزمت بموعد محدد وضبطت إنعقاد القمة في تاريخ ثورة المجيدة على ما يبدو يعني أن الحضور الكبير إلى الجزائر يدل على معنى واحد أن الجزائر استطاعت أن تعيد أن تلوم الشمل العربي واستطاع الشمل العربي أن يعني فعلاً هناك وعي عربي يريد العودة إلى ضم الحاضنات العربية والحضن العربي الموحد في مواجهة الأزمات العالمية والدولية إنقشع ضباب المشككين في قدرة الجزائر على جمع الفرقاء على طولة واحدة وهذا فعلاً ما حصل عندما اجتمع وزراء خارجية الدول العربية في قصر المؤتمرات عبداللطيف رحال كلهم على طولة واحدة وما من نجاح أكثر من حضور شخصيات دولية على غرار الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس الاتحاد الأفريقي ورئيس حركة عدم الانحياز بالإضافة إلى الاهتمام الإعلامي الدولي الكبير وضبط الصحافة الدولية أخبارها على توقيت الجزائر